السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الدكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتجديد والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول نتكلم معكم عن موضوع مهم جدا وشيط جدا وناس كتير جدا متعرفش فيه عشان كده قررنا وحتى ما جينا عملنا البحث بتاعنا لقينا المعلومات نقصة او غير كاملة علشان كده قررنا ان احنا نجي لم المعلومات الكاملة بشكل مبسط بحيث ان انت تقدر تفهم هذه المعلومات بشكل بسيط وتقدر ان انت بشكل مبدئي يبقى عندك تصور مبدئي للتشخيص حالات العدوى او حالات العدوى نقول ان ده مريض بيجي لنا العيادة عنده سخونية وواجع بالجسم كله وعنده اعراض على حسب المكان كده النقطة الرقم واحد العدوى دي قد تكون عدوى بكتيرية وقد تكون عدوى فيروسية طبية بين شخص العدوى البكتيرية ان العدوى البكتيرية بيصاحبها صديد اما العدوى الفيروسية لا يصحبها صديد الا في حالة واحدة لو صحبها عدوى بكتيرية يعني في الاجهزة المختلفة نعرفها ازاي نعرفها بكل بساطة اجهزة المختلفة مثلا اما العدوى تبقى في الجهاز البولي تبقى في الجهاز الهضمي تبقى في الجهاز التناسلي تبقى في الجلد تبقى في الجهاز التنفسي عدوى الجهاز البولي بنقول ان في حرقان في البول بنقول ان في صديد في البول عدوى الجهاز البولي بنقول ان في حرقان في البول بنقول ان في صديد في البول ما نجي نتكلم عن عدوى الجهاز الهضم نقدر نقول ان في اسهال وترجيع حكريها بالفم ما نجي نتكلم عن عدوى الجهاز التنسولي نقدر نقول ان نوجع بالأعضاء التنسولية وإفرازات من الأعضاء التنسولية سيئة ما نجي نتكلم عن عدوى الجلد بمعها إحمرار وبقع بالجلد وخراج بالجلد كده نكون خلصنا عدوى البكتيريا ما نجي نتكلم دلوقتي عن عدوى الفيروسات نقدر نقول ان عدوى الفيروسات لا يصاحبها صديد ولو صاحبها بيصاحبها فقط في حالة مصح حالة ان يكون معاها عدوى بكتيرية بعد كده نتكلم عن عدوى الديدان دي غالبا بيصاحبها نقص في الوزن ويوجع في البطن ويسهال وفي بعض الحالات وارتباط عدوى الديدان مع الانميا غالبا بتكون اكثر انتشارا عند الاطفال اشتركوا في القناة